اكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عمل إدارة العامة للمرور اكد انخفاض مخالفات السرعة في مملكة البحرين بنسبة 38% منذ بداية العام قياسا بنفس الفترة عام 2022 انخفاض نسبة مخالفات السرعة يعكس مستوى الوعي المروري لدى المجتمع البحريني واحترام السواق للأنظمة والقواعد المرورية وادراك خطورة مخالفة السرعة كونها من المسببات الرئيسية للحوادث البليغة تعمل الادارة العامة للمرور على تنفيذ القانون ورصد المخالفات بشتى انواعها من اجل توعية جميع السائقين بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وحفاظا على سلامة ومصالح جميع مستخدمي الطريق لذا فقد سجلت الادارة العامة للمرور نسبة انخفاض في المخالفات خلال هذا العام من ضمنها انخفاض مخالفات السرعة بنسبة بلغت 830% منذ بداية العام قياسا بنفس الفترة في عام 2022 وانخفاض نسبة الوفيات بسبب حوادث المركبات إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام هذه النسب المبشرة دليل واضح على حرص الإدارة العامة للمرور على تنفيذ الحملات المدنية والإعلامية الواسعة لرفع معدلات السلامة على الطريق وحرص ووعي جميع السواق الملتزمين بالإضافة للدور المهم الذي تلعبه الشراكة المجتمعية عن الجهات الحكومية والغطاع الخاص والذي كان لهم الأثر البالق في الدفع نحو زيادة الوعي في الأنظمة والقواعد المرورية لجميع مستخدمي الطريق